تعد الملفات العالقة بين بغداد و أربيل من أبرز المشاكل التي تواجهها الحكومات العراقية المتعاقبة ومن أهم تلك الملفات التي تحتاج إلى حوار وتفاهمات مشتركة رواتب موظفي إقليم كردستان العراق والتنسيق الأمني في المناطق المتنازع عليها والاتفاق على آلية تصدير النفط من حقول الإقليم إلا أن ما يطفو على سطح الأزمات المتراكمة بين الإقليم والمركز بحسب مراقبين يلوح به ملف الرواتب لموظفي الإقليم بأزمة جديدة مركبة فمن جهة تتجه آراء محللين إلى أن تعظم أزمة الرواتب يأتي بسبب وجود خلافات بين الحزبين الحاكمين في الإقليم البارتي واليكتي فيما يرى آخرون أنها بفعل خلافات سياسية بين بغداد و أربيل سيما بين قوى اتلاف إدارة الدولة التي شكلت الحكومة الحالية و أبرزها الإطار التنسيقي وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين مفاوضات و مباحثات حكومة بغداد والتي سبقها زيارة وفد كردي للعاصمة العراقية تأتي في إطار حل الأزمات والتهيئة لاستقبال انتخابات في بيئة أكثر هدوءا تحديدا انتخابات مجالس المحافظات وانتخابات البرلمان في كردستان إلا أن المقربين من المعادلة بين المركز والإقليم يرون أن مشكلة الرواتب تتصدر مربع الأزمات اليوم وهو ما يدعو له سياسيون بضرورة حل طرفي الخلاف الكردي الكردي من جهة والتوافق بين القوى السياسية في تفعيل حلول المشكلات بين المركز والإقليم من جهة أخرى ترجمة نانسي قنقر